دي قائمة الزمالك التشكيل بقى اللي هيلعب المباراة في مين؟ تشكيل رقم عشر المتوقع بالنسبة لنادي الزمالك لهذه المواجهة هيكون في مين؟ هيكون فيه في حراسة المرمى محمد عواد بطبيعة الحال في خاط الدفاع عمر جابر حمزة المسلوسي حسام عبد المجيد أحمد فتوح دونجة وشحاتة وأحمد حمدي في وسط الملعب ناصر ماهر وسامسون اكنيولا وزيزو دي التشكيلة المتوقعة للزمالك ملحوظة واحدة بس فيما يخص مهاجم الزمالك سامسون اكنيولا هو الخيار الأول عند جوزيجو ميز في خط الهجوم ولكن هناك أراء في الجهاز الفني الجهاز المعاون لجوزيجو ميز أن سيف الجزيري هو اللي يبدأ المباراة الراجل شايف أن سامسون اكنيولا هو الأجهز هو الأكثر استجابة لمتطلبات جوزيجو ميز أنا طالب واحد اتنين تلاتة اربعة اللي بيستجيب لي ده مين سامسون اكنيولا مش مين أحسن من تاني الجهاز المعاون أو بعض الأفراد في الجهاز المعاون شايفين نوسيف الجزيري أكثر خبرة أكثر استقرارا أكثر مشاركة قدام النادي الأهلي فممكن يبقى له الأفضلية ولكن الأولوية عند جوزيجو ميز حتى هذه اللحظة سامسون هو اللي يبدأ هذه المواجهة